صفعة مدوية من واشنطن لطهران ضربة أمريكية خاطفة تقتل رأس الخربة الإيراني في الشرق الأوسط قاسم سليماني مع قيادات من الصفح الأول في الميليشيات العراقية الموالية لإيران الضربة الأمريكية وقعت فور وصول سليماني إلى مطار بغداد الدولي حيث كان في استقباله نائب رئيس ميليشيا الحجد أبو مهد المهندس الذي قتل معه سليماني قائد ما يسنى بفينق القدس بالحرس الثوري الإيراني ومصنف على قوائم الإرهاب الأمريكية ومسؤول عن عشرات الأعمال الارهابية في المنطقة وآخرها استداف منشآت أرامكو السعودية أما أبو مهد المهندس فهو القائد الفعلي لميليشيا الحجد الطائفية ومعروف بولائه المطلق لإيران وسبق اتهامه في محاولة اختيال أمير الكويت عام 1985 صفعة أمريكية مؤلمة أفقدت إيران أهم أذرعها وفتحت باب المواجهة معها على مصر عيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر